جمهور أعظم نادي في الكون السلام عليكم أهلا بكم على أهل FM نبدأ زي ما احنا متعودين بالعلمين برونو سابيو طلع في الأقطة الفتصانة اوعو تجيبو بريرا كيف حول كولر نقطة ضعفه إلى ميزة وكولر كول ولا سيريس وأخيرا كهربا نور الحقيقة النهاردة النادي الأهلي عمل لقاء مع المدرب الجديد وبان من الحوار شخصية كولر كولر حقيقة بيجمع ما بين مزايا جوزيه ومسيماني جوزيه كان بيتميز أنه عنده صرامة وعنده جدية وفي نفس الوقت عنده حس الدعبة طبعا نضح قوي أن الراجل بيحب يهرج وبيحب يعني يتكلم بحس فكاهي كده ممكن أن العيب المصري في الأول بيفتكر أن لو المدرب عنده حس الفكاهي دوت ما بيبقاش يعني بيهتم قوي في التدريبات لكن التصور هو في التدريبات هيبقى عنده الصرامة والجدية وزي ما هو قال في اللقاء بتاعه أنه هو يعني بيحب روح الجماعة وأن الفريق هو النجم وفي نفس الوقت قال أنه هو متعود دايما على عقلية الفوز والحمية في اللقاءات وأنه هو عاوز يخرج يبقى أحسن كل واحد عمل اللي عليه في المباراة ما بيقاش فيه أي إحساس بالزنب أو التأصير دي كلها كانت مزايا في منول جزيه إلى كده طبعا يعني الحتة بقى اللي عاوزين نزودها اللي هي بتاعت موسيماني كانت طبعا غير لأنه موسيماني يعني متميز أنه كان بيجيب بطولات موسيماني كان جاي الأهلي وهو منباهر بالأهلي وكان حاسس أن الأهلي نادي كبير ونادي عظيم وأنه شرف لأنه شرف الأهلي الرجل عنده نفس الإحساس رجل متواضع ما عندهش التنكة بتاعت فيلر جزيه على قد ما هو أيقونة بالنسبة لنا لكن جزيه كان عنده برضو أنا عالية وكان عنده إحساس بالذات قوي وثقة عالية قوي قوي في نفسه الرجل ما عندهش الثقة اللي هي تكتس للغرور دي لكن عنده ثقة في نفسه عارف أنه هو بيضرب لدي كبير وقال إنه بيضرب لدي كبير وأنه النادي الأهلي أكبر من النادي اللي هو كان بيلع فيه جراس هوبرز وقال إنه هو كان متعاود مع جراس هوبرز برضو على عقلية الانتصار وعقلية الفوز فالراجل بيجمع ما بين مزايا جزيه ومزايا مسلمين كمان قلت إنه هو سيريس يعني هو جاد مش مش كول يعني أو ممكن تقول لتنين لكن إمتى بيفصل يعني الوقت بتاعي التدريبات والمباريات أكيد هيبقى مش كول أبدا لكن في التدريبات والمباريات هتبان بقى الجدية والصرامة وهو يعني كولر المناسب للنادي المناسب لأن النادي الأهلي فيه حبة صفات كده والأهلي بيحب العقلية الألمانية عشان كده الشغل والشغل الجماعي واللعب بإخلاص وتفاني وروح الفريق وإن أنت تبقى مادي كل اللي عليه كل آخر نقطة عرق وكل الأكتفات دي الراجل الكلم هي موجودة فيه أصلا ومتوفرة فيه الحقيقة كمان وضحني النقطة مهمة قوي إنه هو إزاي النقطة الضعف اللي كانت الناس بتقولها عليه أو اللي عيب الناس طلعته فيه حولها الميزة هو قال إن أنا آخر سنتين ما دربتش بالرغم خلي بالكم إن الراجل يجاله عقد من بولندا إنه هو يدربها والراجل رفض وأتصور من اليونان كمان طيب هو ليه ما دربش في أخر سنتين هو قال أنا كنت عامل عملية في رجلي بقوله كان مركب مفصل أو كده وكان بيفضل إنه هو يرتاح إضافة إلى الكورونا فالراجل بيقول أنا ما سكدتش أنا عادت في السنتين دول اتفرقت على ماتشات كتير اتفرقت على مبارات كتير عادت أتابع الخطط الجديدة ويعني استصمر الوقت بتاعه في إنه هو يعني يطور من نفسه ويطور من أداءه طبعا إحنا عارفين من المدربين يعني الأوروبيين غير العرب خالص بالتالي عندهم أهمية الوقت يعني عارفين أهميته وبيستفادوا من وقتهم فكون إن الراجل يطور من خططه أو يعرف يزود معلوماته أو إنه هو يعني يحاول يشوف كورة العالمية دولة تتاجه لإيه عشان يبقى مواكب إيه بالراجل اللي أبضيت معنا وبالتالي هو كمان عنده مرونة تكتيكية بيلعب بكذا خطة بيلعب 4-4-2 بيلعب 4-2-3-1 ممكن لعب 4-1-4-1 طبعا الراجل معاه كمان مساعد لي اللي هو هاري فالراجل ده يعني أساسا كولر ويست ملعب مهاجم وهاري ده كان مدافع فهيعمله المزيج اللي هو يخليك كفريق عندك حد يعني متميز دفاعيا وحد بيفكر فكره هجومي وهو فكره هجومي كولر لكن كمان هاري هيساعده في الموضوع الجانب الدفاعية وهاري ده مش صغير ده 4-5 سنة فبالتالي حاجة كويسة جدا بس الجهاز ده تمامه يعني تمامه صراحة طبيب نفسي طبيب أجنبي يعني طبيب أجنبي مش هنمشي أحمد أبو عبلا لكن طبيب أجنبي وهو يعني الرئيس فتاعة أحمد أبو عبلا ومحتاجين كمان اتنين مدربين صغيرين أو يعني لو هقول أسماء لأولا هدي سيدة الشغل في الأهلي تبقى حاجة جامدة ده دول للتدريبات التخصصية بس عايزين واحد مدافع واحد مهاجم وليكن المدافع عمد النحاس ده راجل شغلته بس ان هو يزبط لنا الدفاع يعني التدريبات التخصصية زي لي فاربول كده دور المصيج يشتغلك في تدريبات التخصصية بس يعني مثلا تخيله كده مثلا لو الأهلي راح قال مثلا يعني دعلي ماهر تعال عاوزينك تمسك لنا في الأهلي مع كولر ويتبقى اكيد مشاير يعني راجل مشاير ده يعني فطبعا لازم مدرب يوافق وبالتالي يكون مدرب لسه مبتدئ أو مدرب من الناشئين يعني بس المهم ان يعاوزين الجهاز يبقى متكامل بالطريقة دي طيب بالنسبة بقى لبرونو سافيو والقطة الفتسانة التي طلعها فيه قال لك برونو سافيو هو يعني لعيب كان بيتنقل من أندية كتيرة وما بيثبتش في نادي فترة طويل طيب نرد على حجة حاجة بالنسبة للموضوع ده صحيح يعني الكلام ده ومش هقول ان هو غلط ولكن يعني ممكن يكون يعني عدم الراحة برضو بالنسبة للفرق اللي كان فيها لأن هي فرق مش يعني مش فرق حد يستمر فيها كتير يعني لأنه لعيب في دورة درجة تانية يعني النادي البرازيلي كان دورة درجة تانية فأكيد أي لعيب طموحه مش هيستمر في دورة درجة تانية هتقول لي طب ما هو ممكن يكون مثلا راح يعني عنديها تانية درجة أولى وبرضو ما استمرش فيها مجرد أنك انك انت ما تتعلقش مع النادي هو بتطور أرقامه بتزيد وآخر أرقام ليه مع الفريق البوليفار البوليفي ده أرقامه كويسة يعني ممكن يكون ده الوقت المناسب لأطفه يعني آه ممكن تأخر هو 28 سنة تأخر أن انت تقطف منه الأطفة أو اللحظة اللي هي العرفة الانفجار اللي هينفجره معك ممكن ولكن طب ما انت عندك بنزيمة انفجر هو كبير جدا مع مع النادي تتقول بس قبلها كان مدي طبعا مؤشرات طبعا مع الفرق أنا بكلم على بنزيمة وبالتالي ان اللعيب ده ممكن يكون ده وقت أوان حصاده مع النادي الأهلي يتقلق مع النادي الأهلي ويورينا لأنه هو انت جايبه يعني الحمد لله ان احنا مش جايبين لعيب بقى اللي هو على السيديهات اللي هو أصدقا جايب خمس شارجون سنة 2016 لا احنا جايبين لعيب آخر عهدنا به ان هو بيهدف وبيلعب كويس واسستات كويسة والراجل يلعب في كذا مركز وعنده مرونة تكتكية فبالتالي ان شاء الله يبقى حاجة كويسة الحاجة التانية ان هو مسلا انت بتكلمني مسلا ان نلعب في دور البوليفي طيما الدور البوليفي مش قوي ايوه الدور المصري مش قوي وبعدين الاهلي الان يتحدث اللاتينية واضح ان الاهلي في اتجاه ان هو هيروح نحو المدارسة اللاتينية وده احسن ان افريقيا تعتبر يعني بدأت تشطب او الحاجات الحلوة بتتخذ على طور على برة وحتى لو رجعت ترجع على الخليج وانت عمرك ما هتنافس الناس دي فحد يقولك ده مليون ونص دولار ده رقم كبير رقم كبير ايه طبال ايه دايما بيجيب المهاجمين انتو افريقيا بمليون دولار وبمليون ونص وبتنين مليون دولار عادي يعني احنا هشوف دفعنا هديه في رمضان صبحي ودفعنا فعادي العكس مليون ونص دولار انا شايفه رقم كويس جدا يعني يعني رقم قليل يعني ما ده عالي معلول ياخد في السنة مليون ونص دولار انا اشاري اللعيب بمليون ونص دولار تعيز ايه فلا انا شايفه رقم كويس ومناسب واتجاه الاهلي الامريكة اللاتينية ده شيء كويس بس يعني نحاول نحن يعني يعني نجيب حاجات احسن من كده شوي انا عارف الناس هتقول لك الاهلي محتاج لعيب دولي ويلعبوا انتخاباته بس برضو يعني اجيب زي لعيب برازيلي دولي يلعبوا انتخاباته هوهير ده اصلا يعني هي اوروبا هتسيبه وحتى لو اوروبا سبيلته هو الخارج هتسيبه فيمكن احنا محتاجين ايه ان احنا ننقل حد اللي هو قرب يستوي اللي هو فاضل على الاطفا الاطفا تي تبقى عمدين فدي محتاجة فريق كشافة يعني محتاجين احنا كده فريق كشافة بس في امريكا الاتين يشوف بقى دور البوليفي والدور البيروفي والدور الفنزويلي والدور العجنتيني وهكذا يعني طيب بالنسبة بقى ل بريرا اوعوا تجيبوا بريرا هل عشان بريرا وحش لا هل عشان بريرا يعني ارقابه مش حلوة لا كل ده ما يخصنيش انا اصلا حتى مش عايز عارف ارقاب وما ليه بريرا لأ لان واضح ان بريرا مش مركز تسعة مش مهاجم صريح وطبعا برونو سافيو برضو مركزه مش مركز تسعة صريح حد يقول ليه طب هو بيلعب مهاجم وبرضو بيجي بجوان لما لعب مهاجم بس مش حاجة زي مريجا كده واحد يعني مركزه الاساسي مهاجم يعني حاجة فلافيو حاجة عمد متعب مفيش ده انا عايز النوع ده حتى لو عندي شادي حسين حتى لو عندي حسين حسين انا عايز النوع ده فانت فضل لك محترف واحد المحترف الواحد دوت احنا عايزين يكون مركزه مركز تسعة صريح فيه تلاتة محترفين تاني تحت السن هل الاهلي ممكن برضو يعني يبقى عاوز شغل اجنيحة تقال وتحت السن ده هو اللي هيحاول يجي في بس انا شايف ان هو محتاج حد تسعة تقيل يسند مع شادي حسين ومحمد شريف ومع حسين حسين لو حسين حسين استمر ولازم نكمل الافرقة ونخش بهم ودوط افريقيا فرصة تاريخية نلعب تشكيلنا ممكن يبقى فيه تمانية افرقة في دورة البطار افريقيا عارف ان هما مش هينفعين فنلعب بيهم في الدوري العام بس خد بالك احنا محتاجين ان احنا نعمل حكاية يعني الروتيشن فبالتالي عادي يعني ان انا هلعب لعبها في افريقيا ولعبها تانية في الدوري مش هلعبها يعني احنا شفنا يعني حصل لنا السنة اللي فاتت بسبب ان احنا ما بنعملش روتيشن فيعني لو الاهل يمجز ويجيب الصفقات دي عشان يقيدهم في افريقيا تبقى حاجة تمام طبعا حد ممكن يقول ان طب افريقيا لسه فيها قيد تاني ونبقى نقيدهم في القيد التاني يعني وجهات نظر هنروح بقى لكهرباء كهرباء نور اخيرا كهرباء نزل مع الاهلي تدريب فبالتالي كده الامور تتضح ان النادي الاهلي يعني باقي على كهرباء وان كهرباء مفيش مشاكل وان الاهلي هيوقف جنبه وده كان يهم قطاع كبير يعني ويمكن كل جماهير النادي الاهلي يعني حب كهرباء وحب ان كهرباء يستمر وحب ان الاهلي يقف جنب كهرباء ويعني كده الاهلي قال لكهرباء رسالة يعني غير مباشرة لانتبني يعني في الحزبان وما فيش أي إهمال ولا حاجة